فضل صيام الستة من شوال وهل يجوز صيامهم تاني يوم العيد على طول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم بقى الف خير رمضان خلصه وجانا العيد وربنا يفرحكم جميعا في العيد ويتقبل منكم صيامكم ان شاء الله ويبقى فرحة العيد فرحتين فرحة بقبول الصيام والعتق من النار وفرحة العيد الفيديو ده هنتكلم فيه عن الستة من شوال لان احنا زي ما قلنا احنا اعملنا الصالحة والعبادات متواصلة حتى بعد رمضان ما خلص فهنتكلم عن فضل صيام الستة من شوال او الستة البيت زي ما بنسميهم وهنتكلم كمان هنعرف هل يجوز صيامهم ابتداء من تاني يوم العيد على طول ولا نستنى لما العيد يخلص اول حاجة هنتكلم فيها فضل صيام الستة من شوال عن ابي ايوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فزاك صيام الظهر يعني رواه الاول الجماعة وابو البخاري والنسائي واحمد في حديث جابر رضي الله عنه من صام رمضان وستة ايام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر امثالها يعني انتي بتصومي رمضان وبتتبعيهم بستة من شوال اكنك صمتي الظهر كله الحسنة طبعا بعشر امثالها احنا عارفين ان الحسنة بعشر امثالها طيب يبقى السيام رمضان بعشرة شهور يعني سيام شهر واحد سيام رمضان شهر واحد بعشر شهور لان الحسنة بعشرة امثالها طيب ولما نصوم كمان ستة ستة من شوال الستة بكام الستة فعشرة بستين يبقى ادي ايه ادي السنة كاملة يعني كده تمام السنة فلو استمر الصائم على الحال ده كل سنة انه يصوم رمضان ويليها عشرة من ستة من شوال يبقى كده اكنه صامت ظهر كله يعني سبحان الله فاوعد فوتي صيام الستة من شوال ان شاء الله باذن الله هنبدأ فيهم على طول وينفع ان انت تصوميهم على بعض وينفع ان انت تصوميهم متفرقين المهم ان هما يكونوا في شهر شوال دليل بقى على استحباب بصوم الستة الستة من شوال بعد اليوم اللي بنفطر فيه على طول الصائم وجوبا طبعا احنا عارفين ان اول يوم العيد ده يحرم فيه الصيام يعني ده حرام ان احنا نصوم فيه فاحنا هل ينفع ان احنا نصومها تاني يوم هو من الافضل ان انت تبدأي على طول فيها من تاني يوم وكتير مننا كان بيسأل قبل ما يخلص رمضان السؤال ده ينفع اصوم تاني يوم العيد ولا ما ينفعش ويكون حرام لا اول حرام هو انك تصومي اول يوم العيد لكن تاني يوم العيد عادي ابدأي في صيام الستة من شوال وهو يفضل الاسراع بان انت تخلصيهم على طول يعني الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام عن حرمة صيام ايام العيد او اليوم العيد في سواء العيد الكبير او العيد الفطر ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوم في اليومين دول يوم عيد الفطر لانه يوم الفطر من الصيام ويوم التاني هو يوم عيد النحر لانه يوم الاكل من النسك والاضحية اللي دول الافتة اجابت بانه يجوز صيام الستة من شوال مستحب عند كثير من اهل العلم سواء السلف او الخلف وبيبدأ بعد يوم العيد مباشرة يعني تاني يوم العيد لقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فذلك فذاك صيام الظهر فان صامها المسلم متتبعة يعني وراء بعض من اليوم التاني من شوال فقد يعني هو ده الافضل يعني انه قد اتى بالافضل وان صامها متفرقة او متجمجتمعة مفيش مشكلة المهم ان هي ما تنقضيش المدة اللي هو شهر شوال وحكم صيام ستة من شوال انه يجوز صيامها متفرقة خلال شهر شوال ومتتبعة ويجوز ان هي تصوميها متتبعة بس احنا هناخدهم وراء بعض كده ابتداء من النهاردة اللي هو تاني يوم العيد ان شاء الله ننوي الصيام وبإذن الله ان شاء الله نخلصهم ناخدهم وراء بعض ونخلصهم لان انت كمان متعودة على الصيام فالموضوع هيبقى سهل عن ما تاخدي فترة مثلا كتيرة تفطري وبعد كي ترجعها تصومي من الاول فهتعودي نفسك من الاول لا احنا خارجين من رمضان روحانياتنا عالية خارجين من عبادات واخدين خلاص على الصيام فخلينا نكمل الصيام وراء بعض بإذن الله انا هبدأ من النهاردة ان شاء الله تاني ايام العيد واتمنى ان نبدأ مع بعض كلنا ان شاء الله من تاني يوم العيد اللي هو النهاردة بإذن الله وما تنسوش ان زي ما قلتلكم ان الحسنة بعشر امثالها فصيام شهر رمضان بعشر شهور وسيام الستة من شوال بستين يوم يبقى كده السنة كاملة لو وظبنا عليها طول عمرنا يبقى احنا كده صمنا الظهر كله يعني صمنا عمرنا كله في اين كان السنة ده كان الفيديو بتاع النهاردة اتمنى يكون استفدتوا بيه واذكرتكم بالصيام الستة من شوال وشير الفيديو عشان نذكر به الاخوات كلهم ان شاء الله وجعليها صدقة جارية ليكي وربنا يجعلوا في ميزان حسناتي وحسناتكم يا رب العالمين بتذكرة الاخوات وكل السنة وانتم طيبين وعيدكم مبارك وربنا يقيد عليكم باليمن والبركات باذن الله